خبر صادم ومحزن لمحبي الفنان محمد عبدو بعد ما أعلن إصابته هالأسبوع بثاني أكثر أمراض السرطان شيوعاً عند الرجال وصرح أنه عم ياخد حقنة كل ثلاث أشهر وحالة صحية تحسنت عن السابق وبتسجيل صوتي طمن الجمهور على حالته الصحية أموري الصحية الحمد لله بتتحسن أنا كان عندي كانسر في البرشتات لأنه هذا أخف وطأة يعني هي عملية حرق الأعراض الجانبية حقة الإشعاء أخف كثير من العمليات الأهرة أخذت بأخذ إبرة كل ثلاث أشهر والفحوصات المبدئية مرة الحمد لله بفضل الله طيبة أنزيم الكانسر بينزل الحمد لله كثير أبشركم الحمد لله رب صحة طيبة وهذا عارض ربنا سبحانه وتعالى لنصبر الحمد لله والصبر جميل وطيب وأكيد دعاكم هذا كان عامل من عاملة للنجاح والشفاء بإذن الله تعالى طبعا وبتسجيل صوتي آخر بين محمد عبده وبين الشعر الراحل بدر بن عبد المحسن قبل أيام من وفاته أحزن المتابعين وتحديداً لما قال الشعر الراحل لا تتأخر عليه تراني أخوك يا محمد دايماً يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدر رفيق العمر الصديق العمر الوفي الحبيب إيش تاخد كيماوي أنت وأنا أخد كيماوي الآن في باريس أنا الآن أخد كيماوي يا حبيبي الله معانا الله يحبنا صدقني من محبة الله أفيرة يا الله يا حبيبي